بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم مشاهدين الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة في هذا اللقاء وإنما كنتم أصدقائي فأهلا بكم كل عام وحضراتكم بخير كطار الدوري الممتاز رقم 57 الذي أوشكت رحلته على النهاية اليوم يتوقف بنا الكطار عند الجولة 32 قبل خط النهاية مشاهدين بجولتين كل الأسرار وكل الألغاز قد ظهرت ووضحت لنا مشاهدين بالنسبة للراحلين أما الفائزين والبطل فلزال الغموض والإصارة يتحدى فراسة وزكاء المتابعين الليلة تنطلق الجولة 32 تحت شعار البحث عن الأفضل والنهاية السعيدة لموسم شاق وطويل ثلاث لقاءات في توقيت واحد يسعدنا هو يشرفنا أن ننقل لحضراتكم لقاء الناجين من دوامة الهبوط الزئاب المقولون العرب وظهرت الجنوب أسوان الذين يلتقيان سويا على ملعب عثمان أحمد عثمان مشاهدين في تسعين دياء كرة قدم بدون ضغوط أو حساب للنقاط ولكن من أجل المتعة والإمتاع وترتيب الأولاق للموسم القادم تسعين دياء مشاهدين سنعيش معها لنرى ماذا ستقول لنا المستديرة هذا المساء وأول مفردات هذا اللقاء هي تشكيلة الفريقين على بركة الله انطلقت أحداث هذا اللقاء لقاء الافتتاح للجولة 32 النهاردة الكابتن عودة اللي ضمن البقاء واحتفظ بالمركز 14 النهاردة بيبدأ في حرص المرمى حسن شهين قدامهم أربعة محمد شوقي غريب سمير إبراهيم عادل كريم إديب في وسط الملعب رامي عادل ومحمد حمدي وأربع أوراق هجومية للزئاب ممثلة في حمادة الغنام كوريدي دياء عمر جمال وفي الأمام إسلام فؤاد على الجانب الآخر الكابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق أسوان بيبدأ بتشكيلة شابة جدا جدا وتشكيلة متغيرة عن التشكيلة المعتادة لزهرة الجنوب رضا السيد فحرص المرمى قدامه أربعة مؤمن عاطف حمادة السيد باسمعيد أحمد زيزو ثلاثة في وسط الملعب رز وعلاء بدري ومحمد الشامي وثلاث أوراق هجومية أسامة مارعي عبدالله فاروق ياسر رضا النهاردة بيدير هذا اللقاء تحكميا حكمنا الكابتن محمد الصباحي بيساعدوا كل من هيسم رمضان كمساعد أول ومحمد جاد كمساعد تاني بينما الحاكم الرابع هو محمد الدين المقولون العرب مشاهدين وأسوان ضمن البقاء بعد أن تأكد لنا عبر المشوار الطويل للنسخة 57 هبوط كل من غزل المحلة وحرس الحدود وأخيرا اتحاد الشرطة اللي مضى وصيقة هبوط الفارس الأبيض في الجولة الماضية النهاردة لقاء ما بين أصحاب المركز 14 المقولون العرب وأصحاب المركز 15 وهم أسوان هنشوف ونتابع هذا اللقاء وماذا ستقول لنا المستديرة في لقاء بعيد تماما تماما عن لغة النقاط وبعيد تماما تماما عن أي ضغوط بل بالعكس كل مدير فني وكل فريق بيرى في هذا اللقاء ترتيب للأوراق في الموسم القادم وماذا سوف يكون الشكل خلال الموسم القادم والنسخة 58 تحضير من جانب المقولون العرب اللي منتشي بانتصارات وقدر في الدور الثاني تحديدا بعد أن تولى محمد عودة الإدارة الفنية قدر بسم الله ما شاء الله خلال 16 لقاء أنه هو يفوس في 7 لقاءات ويتعادل في 5 ولم يتلقى سوى 4 هزائم أمام الأهلي وإمبي والزمالك والإسماعيلي علشان كده بعد ما كان المقولون قاب قوسين أو أدنى قدر أنه هو يضع نفسه وسط الكبار وقدر أنه هو يبقي حزوز المقولون العرب في الدوري الممتاز والنسخة 57 على الجانب الآخر الكابتن عماد النحاس مع ظهرة الجنوب فريق أسوان الفريق اللي صعب في الموسم الماضي هو بجدارة هو بكفاءة هو بأسماء كان الكل يعتقد أنها لن تسود مع أسوان ولكن بالروح وبالعزيمة وبالاجتهاد قدر فريق أسوان وقدر عماد النحاس أنه هو يتواجد وسط الكبار في أول موسم صعب في الدوري الممتاز كرة لمصلحة أسوان أصحاب التشيرت الأزرع في هذا اللقاء حماد السيد واحد من لعبي المقولون العرب القدامى وهو حاليا أحد نجوم فريق أسوان كرة مرة تانية بتعود لعمر جمال اللي لما فأف الدور التاني ورجع محمد فض أصبح هناك شكل وهناك أداء وهناك بصمة هجومية قوية للمقولون العرب آخر لقاءات المقولون الجولة الماضية تعادل مع وادي دجلة وأبقاه رسميا في الدوري الممتاز بينما أسوان خمس هزائم والانتصارات غيبة منذ الجولة 22 لما فاز على ملعبه أمام بترو الجيت 2-1 تسع لقاءات فيهم خمس هزائم لأسوان وأربع تعادلات هل يعود زهرة الجنوب إلى الانتصارات هنشوفه نتابع حمد السيد بيسلم على طول فواسط الملعب كرة في الجبهة اليومنا عند مو من عاطب ولكن ضخ تنتهي بتماس هذه كريم إنتيب مرة تانية تحضير من فريق أسوان الكورة الأمامية أسامة مارعي أحد الأسماء اللي أجادت مع فريق أسوان هذا الموسم أسامة وهو واحد من اللعيبة اللي ساعدت أيضاً بفريق أسوان من الدوري الممتاز به إلى دوري الأضواء ديديا كوري يرجع لإبراهيم عادل تهدير من جانب المقاولون العرب عمر جمال المتنفس ومصمم الهجمات في الشق الأمامي للمقاولون العرب ولكن التمريرة الأمامية بتطيط ديديا كوري على طول عمر جمال تمريرة بترتد ولكن هيطلع اللعيبة الكورة إلى خارج الملعب كورة ارتطمت في وجه لاعب أسوان أعتقد أنه هو عبدالله فاروق بالفعل هو عبدالله لقاء الزهاب اللي جمع ما بين الفريقين كان لقاء في منتهى منتهى القوة في ملعب أسوان كان فاز أسوان اتنين واحد بعد ما تقدم في أول خمس دقايق بهدفين متتاليين أسوان بينما زلل الفريق فتح مبروك الظهير الأيسر للمقاولون العرب بسم عيد الضغط عليه فقد الكورة في منطقة خطيرة جدا جدا إسلام بيتقدم إسلام هيعمل إيه؟ بيلعب كورة عرضية ولكن بترتطم بمدافع أسوان وتتحول علشان تبقى ركنية هادي رضا السيد واحد أيضا من اللعيبة الأساسية في تشكيلة أسوان لكن النهاردة بنشوف مؤمن عاطف بنشوف علاء البدري بنشوف الشامي بنشوف ياسر رضا أسماء بديلة للأسماء الأساسية اللي كانت بتشارك بشكل متتالي ودي فرصة كبيرة جدا جدا فرصة كبيرة جدا جدا كان يقدر سمير كان يقدر سمير في الضيئة التمنى إن هو يضع هدف المبادرة لإزئاب المقاولون العرب ولكن لمسها لمسة بعيدة تماما تماما محمد سمير نهاردة زي ما بقول له حضراتكم ثلاث لقاءات بتنطلق بيهم الجولة اتنين وتلاتين حرس الحدود بصديب الانتاج الحربي اللي تقدم بهدف على حرس الحدود والشابو زي ما بنقول لشوق غريب اللي لازال عنده طموحات للوصول إلى المربع الزهبي قبل خط النهاية وأيضا في نفس التوقيت بيقام لقاء غزل المحل لو انبي ولكن محمد ناجي جده بيفتتح تسجيل الأهداف مشاهدين في الجولة اتنين وتلاتين وأول الأهداف لمصلحة الانتاج الحربي الانتاج الحربي في المركز الثامن بعيد لكن عنده ستة واربعين نقطة وسموحة اللي في المركز الخامس عنده تسعة واربعين نقطة أوادي دجلة عفوا سموحة عنده تمانية واربعين نقطة يعني يقدر الانتاج انه هو يركب الأسانسير زي ما بنقول في ترتيب الدوري الممتاز ويصعد اكتر من ثلاث اربع مراكز علشان كده كل النقاط المتبقية للفرق المتنفسة واللي عندها طموح انها تدخل المربع الزابي في تنافس كبير جدا جدا لازال سباق القمة ما بين القطبين الأهلي والزمالك الأهلي واحد وسبعين زي ما حضراتكم عارفين ومتصدر البطولة رغم الهزيمة بالأمس من المصر البورسعيدي اتنين تلاتة ونادي الزمالك ستة وستين والفارق خمس نقاط ثم المصر البورسعيدي اتنين وخمسين ثم وادي دجلة واحد وخمسين سموحة تمانية واربعين اللي اسماعيلي سبعة واربعين المقصة ستة واربعين الانتاج النهاردة ستة واربعين ومتقدم على الحرس بقى هدف محمد ناجي جده محمد ريج بيوزع كورة عند مؤمن احد اللعيبة الشباب بيلعب كورة ولكن تدخل تدخل دفاعي من كريم الديم وابعاد على بادري بيعمل تمريرة في الجانب الايمن ضغط من لعبي المقولون العرب عادي كريم الديب الزهير الايسر مرة دي خطأ بيحتسبه محمد الصباحي لابراهيم عادل قلب الدفاع نهاردة برضو المقاولين احمد علي غايب للإقاب ولكن فضل مش موجود عمد شعبان برضو مش موجود بريم عادل كورة دي بيعمل تمريرة للأمام اسلام عمل كنترول ويوزع في الجبهة اليومنا لمحمد شوقي غريب نجل طبعا الكبت شوقي غريب دي تزديدة حلوة يا والد يا والد يا والد يا والد يا والد رامي رامي عادل خبرة كبيرة هو اسم كبير ووحد الركائز الأساسية في المقولون العرب وعنده خمس أهداف من خلال الأهداف اللي سجلها المقولون العرب وهم بالإجمالي 30 هدف خلال الـ 31 لقاء اللي لعبهم المقولون 31 لقاء للمقولون العرب تمانية فوج و 11 تعادل و 12 هزيمة منهم سبعة مع محمد عودة وانتصار وحيد كان مع المعلم حسن شعاته في بداية الموسم محمد الصباحي بهدي الأجواء علشان الالتحامات وسلامة اللاعبين طبعا هي المهمة الأولى للجميع زي ما حضراتكم عارفين هذه كورة حلوة أمامية في المساحة وفنت حلوة في الجبهة اليومنا هنشوف أسوان هيقدن إيه هذه كورة العرضية ولكن على طول كريم الديب يعمل إبعاد رمي عادل كريم الديب تمريره بتطقطع في وسط الملعب ولكن فيه لمس تيات سفارة ضربة حرا باشرة لمصلحة المقولون العرب هذه محمد ريز أيضا واحد من العناصر الأساسية اللي موجودة النهاردة في تشكيلة أسوان محمد شاوي غريب هات واخد ولكن التمريرها سيارة خلصها حلو محمد ويطلع عمر جمال هيعمل إيه بيلعب عرضية هو دي الفنت ولكن التزديدة سهلة التزديدة سهلة جدا جدا وفي المتناول أعتقد الغنام أعتقد الغنام كان عنده فرصة هو فعلا حمادة الغنام لاعب فريق ألعاب ده منهور أسامة فوت الكورة بشكل جيد وحمادة عايز يسدد بالدوران ولكن الكورة ما لبسيتش في وش رجله وتروح فرصة جديدة وخطيرة لمصلحة الزئاب حمادة السيد كورة أمامية ولكن على طول ارتقاء وإبعاد رزق بيحط الكورة على بدري هيغير اتجاه الله من أقصى اليمين لأقصى اليسار ضغط على زيزو دي بي كوري رامي بيحاول يتقدم المقالون العرب تقدم منطقي صفرة وخطأ ضربة حرة باشرة هذه المرور من كريم الديب والخطأ موجود ضربة حرة باشرة لمصلحة المقالون العرب أول خمستاشر دي ألاب والتعادل السلبي لازال موجود وحاضر رامي التماس لمصلحة أسوال أحد الفرق ومثلة الصعيد في النسخة 57 بالإضافة لمصر المقاصة هيضاف إليهم في الموسم القادم موسم 2016-2017 بإذن الله فريق النصر للتعديل أيضاً بينتمي إلى جنوب مصر مدينة أسوان سفرة وخطأ حمد الغنام بياخد ضربة حرة على بيرتاكب خطأ على مرة تانية محاولات للاختراق من الجانب الأيسر ولكن كورة من جديد كلا كت تاني مرة بترتتم في وجه لعبي أسوان لكن الفير بلاي والروح الحلوة على طول بيطلع اللاعب محمد حمدي الكورة إلى خارج الملعب للإطمئنان على لاعب فريق أسوان مؤمن عاطب مباراة بقول له حضراتكم بدون أي حسابات بدون أي ضغوط ولكن الكل الكل ما فيش كلام بيبحث عن الأفضل بيبحث عن النهاية السعيدة للموسم الطويل اللي استمر أكتر من تسع شهور حتى الآن لكن خلاص كل عام وحضراتكم بخير بنقترب بشدة من خط النهاية لم يتبقى فقط سوى جولتين سوى جولتين سوى جولتين العرب العرب طبعا تشكيلة جديدة ربما عماد النحاس أول مرة يلقى ليها أدي كورة للأمام هيعمل إيه اللاعب ياسر رضا ويقف على كورتو ياسر واحد من اللاعبة اللي بيديها النهاردة الكابتن عماد النحاس كان دايما المصري بيبقى موجود أو تراوري هو اللي كان بيلعب بشكل أساسي في الشق الأمامي وأيضا شكري نجيب دي الأسماء اللي كانت موجودة دايما دايما في تشكيلة أسوان النهاردة ياسر بيظهر يا شامي نجوك 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 رامي عادل واحد من اللاعبة الدولية رامي أيام طردلي ولعب على الملعب دوت ملعب عثمان أحمد عثمان واحدة من أقوى لقاءاته مع منتخبنا الوطني أمام الكاميرون فوزنا وقتها ثلاثة اتنين رغم أننا كنا متقدمين ثلاثة لشيء حتى اللحظات الأخيرة لكن رامي كان عام المباراة بطولية ولا أروع إسلام بمرر لعمر جمال عايز يعدي في المساحات لعيب عنده المهارة لعيب زاكي مرة تانية إسلام عمل الكنترول ولكن التمنير ولغبطة ودربكة في أول خمستاشر متر علاء بدري يصحح اللعب ويحط كورة تحت رجله ويطلع مؤمن عاطف عايز يربط ويعمل هات وخد ولكن بتلمس كورة رجل لعب المقولون العرب وتتحول لتماس هذه الكابتن عودة النهاردة بيلعب اللقاء رقم سبعتاشر لكن بمجهوده وبالنتيج الإيجابية قاعد بالمقولون العرب رغم الصعاب صحيح كان موجود كمدرب مع المعلم حسن شحاتة أو مع الكابتن طارق العشري لكن الراجل التاني شيء والراجل الأول شيء ودي الهدف التاني لمصلحة الانتاج الحربي اللي بقول لحضراتكم موسم ولا أروع موسم ولا أروع للانتاج وأحمد مجدي بيضيف الهدف التاني للانتاج الحربي اللقاء اللي بيصطدفه ملعب السلام اتنين لاشيء هدفين متتاليين للانتاج الحربي وعبد الحميد باسيوني اللي قدر بعد عودته كلا كت تاني مرة للإدارة الفنية لحرس الحدود إنه هو يعمل أربع انتصارات يحفظ ماء الوجه للفريق الكبير صاحب بطولتين الكاس متتاليتين وبطولة السوبر في الألفية الثالثة هو الفريق الوحيد اللي يقدر إنه هو ينتزع البطولات بالإضافة طبعاً للمقولون العرب ما ننساش لكن هبط حرس الحدود ولكن أيضاً بيلعب هذا اللقاء حرس الحدود من أجل ترتيب الأوراق أيضاً للموسم القادم محمد شوقي غريب عمر جمال لرامي محمد سمير كلها تمريرات من رجل الرجل لأدي الكورة الأمامية والتحرك الحلوة هذه اللعبة العرضية المرة دي من حمدي ولكن لسه لسه العرضيات كنترول من ياسر بيحاول يعمل محطة يرتكز عليها فريق أسوان لكن طبعاً الخبرات قليلة إبراهيم عادل دي دي كوري لعب الإفواري عمل إضافة مفيش كلام دي دي كوري لكن لسه ما عندناش اللعيب الأفرق إلا على مستوى عالي زي ما بنشوفهم في دوريات شمال إفريقيا هل خطأ الأجهزة ولا خطأ وكلاء اللاعبين لكن المسألة في الأخير عرض وطلب ومحدش بيضم أحد إلا لو كان عن قناعة لكن لازم لعب الإفريقي لازم يبقى أضافة أدي حماد الغنام فرصة جديدة ولاطة جديدة ولكن شايف راية من هيسم رمضان هنشوف الله تا مرة تانية أدي كورة لكن أعتقد أن الراية دي مدية راكلة مرمى لأن الكورة مفهاش أي نوع من أنواع التسلل وبالفعل راية هيسر رمضان المساعد الأول أشارت براكلة مرمى مرة تانية رامي موظفه الكابتن عودة في وسط الملعب إبرايم عادل على ماله إبرايم بيلعب كورة للأمام ولكن سهلة في المتناول عند رضا السيد وزي ما تابعنا مع نجومنا والكابتن سيف زاهر ونجوم مصر في التحليل والستوديو الحياة الكابتن هشام حنفي وكابتن متحة عبدالهادي وكابتن أيمن عبدالعزيز معظم تقريبا لعبي أسوان ومديرهم الفني عماد النحاس ربما ينتقلوا في انتقالات الصيفية للأندية في النسخة 58 علشان كده المسائل هتبقى صعبة على أسوان لكن عالم الاحتراب الكل الكل ما فيش كلام بيبحث عن الأفضل لي عبدالله فاروق يعمل كنترول محطة جيدة من ياسر يرجع من جديد في وسط الملعب ودي تزديدة حلوة تزديدة حلوة ولكن حسن شهين حسن شهين على طول بيتحرط ما بين القائمين والعرضة وياخد تزديدة علاء البدري خدها بسهولة ويوز وبسبات دي دي كوري بيستلم في وسط الملعب إبراهيم عادل تبعا مباراة ماشية هادية جدا جدا ليه؟ لأنه كرة القدم حضراتكم عارفين الدوافع مهمة جدا جدا هي اللي بتحرك اللاعبين والدوافع هي عدد النقاط والأمل ومحاولة انتزاع النقاط ودي كورة يا ولد دي كورة يا ولد يا ولد يا ولد كورة حلوة جدا جدا من الماكر من الماكر عمر جمال لعيب اللاعب لعيب والكبير كبير والوردة الحلوة تفضل رحتها فيها مهما راحت أو لفت ولكن المهارة 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 أبدا أبدا ما تروحش بص وشوف عمر جمال بزكاء عايز يحطها بليسنج من فوق رضا السيد في المقص الشمال ولكن بيتصدى بشكل جيد رضا ويعمل إنقاذ صحيح كرة القدم لابد إنها تلعب من أجل الحوافز ولكن أيضا بتلعب من أجل الإمتاع ودي كورة مرة تانية معدية في منتهى الخطورة وتهيئة ولكن استبسال وكسافة عددية دفاعية من لعبي أسوان عمر جمال صاحب اللاطات واللمسات الحلوة حتى الآن في اللقاء دي محاولة على الواقف كده من دي جيه كوريه ولكن تزديدة من تحت رجليه بتوصل سهلة عند رضا السيد كورة مرة تانية لأسامة ولا ياسر ده ياسر رضا يلا ياسر يلا التحم في الكورة اللي فات بديت واختل توازنه ولكن بدون أخطاء عودة بيطالب لعبته بالتمرير وكورة القدم الحديثة زي ما حضراتكم عارفين بتعتمد وأصبحت الفلسفة الجديدة هي جمعة التمرير والانتشار واستغلال مساحات الملعب زي ما حضراتكم شايفين كده ولكن نقطة التحرك كلها كلها عنده عمر جمال ولكن لسه لسه العرضيات ما تزبطتش ولسه إسلام فؤاد مقدرش يقدم ولا يظهر في التحرك المطلوب داخل البوكس هذه إسلام عنده هدف وحيد مهاجم الرجاء طبعا لسه حضراتكم فاكرين الرجاء الفريق اللي كان قادم من المدينة الجميلة مدينة مارسة متروح وكان بيقدم أداء عزيم ولكن هبط في الموسم الماضي ودي مرة تانية راسية ولكن على طول إبعاد المقاولون العرب خطير وأنيابه الهجومية واضحة ودي رضا السيد على طول يعمل إبعاد في الكرة اللي كان متقدم فيها إبراهيم محمد شاوي غريب الضغط عليه وعلى طول ياسر عايز يعمل محطة ولكن التمريرها سيارة المرة دي ضخ قوي وحقيقي من لعبي أسوان يستخلصه القورة في منطقة التحذير أحمد زيزو يرجع على طول لباسم حمادة السيد بيوزع اللعب ولكن تمريرها وحشة هذه حمادة عمل مباريات قوية جدا جدا والصلادة الدفاعية والتنظيم الجيد للحضاشر لاعب وللتلت خطوط كان سمت أداء فريق أسوان علشان كده عماد النحاس كتب اسمه ضمن المدرين الفنيين الجيدين اللي ظهروا وبرزوا في النسخة 57 هو وعودة لكن النجد اللي خطف الأضواء طبعا هو العميد حسام حسن لكن ما ننساش إيهاب جلال وعلاء عبد العال وشوق غريب كلها أسماء أجادت محمد شاوي غريب دي دي كوري سمير بيرجع تقريبا من أربعين متر لحسن شاهين بيوسع مساحات الملعب لكن أسوان ملتزم ما بيضغطش من التلت الأول دي محمد حمدي الكورة تجاوزة خط الملعب علشان تبقى تماث لمصلحة أسوان رامي عادل سمير محمد شاوي غريب مرة تانية رامي بيوزع الكورة الكطرية بعيز يستغل محمد صبحي عمر جمال مصدر الجمال في هذا اللقاء دي كورة حلوة هو مسندة حلوة وتهيئة من إسلام لحماد الغنام ولكن تواجه الدفاعي جيد ضغط من لعب المقولون ودي كورة العبدية ولكن رضا السيد يطلع على طول ويمسك انسجام وتفاهم واضح في تشكيلة المقولون العرب ومرضودها الإيجابي ظاهر داخل البصات بينما التشكيلة الجديدة ربما تكون الاضطرارية أو ربما تكون هي أهداف للمسؤولين عن فريق أسوان خصوصا بعد مطمئن لتواجده في الدوري الممتاز 32 نوط أسوان عمر جمال تتمنى إن الكورة تديله في كل لحظة وكل ثانية واحد من نجوم الدرويش طبعا تقدم من إسلام ولكن معاه حمادة ولكن لسه محافظ على الكورة إسلام دي دي كوري هيعمل إيه هنشوف إسلام مرة تانية يرجع لرامي الكورة المتسقطة المرة دي يقطع على طول لعبي أسوان اللي لسه متمركزين لكن مش قادرين يتحولوا من الدفاع للهجوم لمسة يد ضربها حرة بشرة لمسة يد على رامي عادل مؤمن عاطف بيرجع في وسط الملعب على طول تمرير من قرد علاء بدري بيعمل كنترول الضغط عليه وبيفقد الكورة لعبي أسوان حتى الآن مش قادرين يعمله استحواج خصوصا في مص الملعب وفي التلت الأمامي عبدالله فاروق الكورة الأمامية ما تلاقيش إلا سمير حسن شاهين واحد من حراس منتخبنا الأولمبي حسن شاهين لكن أبو السعود كان هو الحاضر في معظم اللقاءات محمد شوي غريب عدى بفن على الواقف ويسلم لرامي عمر جمال تمريرات ولعب من لمسة واحدة توصل لصبحي في الجبهة اليسرى قد العرضية ولكن لسه لسه إسلام فؤاد مش قادر يوصل ويعمل الالتقاء المناسب في التوقيت المناسب ولكن باسم عيد قال بالدفاع كان هو اللي عنده التوقيت المناسب تحضير من فريق أسوان ولكن على نار هادية جدا جدا عبدالله فاروق بيطلع على طول الشامي يرجع مرة تانية تحضير عبدالله فاروق تجميع للعب في منطقة وسط الملعب ولكن الحلول غيبة مؤمن عاطب بيلعب عرضية كورة مقوسة لعله وعسى ولكن سهلة في المتناول عندي شهيد هادي محمد ريس مرة تانية كورة للأمام حمادة الغنام نفسه في الجابة اليومنا عمل الهات وخد ولكن اتوه عايزة تطول حتة بسيطة عشان توصل للغنام مرة تانية حمادة هليحل بالمهارة حمادة ولكن اتقفلت عليه اتقفلت عليه وحط جسمه مدافع أسوان بالشكل جيد ووجهه إلى خارج الملعب هتشوفوا اللاتة مرة تانية ووجهه رغم المحاولات ولكن انقض انقض أحمد زيزو في توقيت مناسب ويطلع إلى خارج الملعب روكنية لسه لقاء غزل المحلة وامبي تعادل سلبي والانتاج الحربي زي ما حضراتكم شايفين متفوق على حرس الحدود بهدفين دونارات جيدو وأحمد مجدي لكن غزل المحلة البطل اللي واحد من سبع أبطال قدروا فقط عبر تاريخ الدوري الممتاز انهم يقتنصوا اللقب تخيلوا حضراتكم النهاردة بيلعب اللقاء رقم 32 لي ولم يسجل أي انتصار والأرقام والأرشيف والسجل سجل مشاركات الدوري الممتاز ما اعتقدش ان فريق نهى الدوري بدون أي انتصار هتبقى حالة استثنائية جديدة لكن ان شاء الله يعود غزل المحلة لانه فريق عظيم وجيل وأسماء كبيرة جدا جدا كل الفرق اللي شاركت في الدوري الممتاز وهم 67 فريق عبر 57 نزخة محدش يقدر يخفل الدور المهم اللي كان بيقدمه غزل المحلة ادي كورة مرة تانية وادي راسية ادي راسية من رامي والله الأسماء القديمة الأسماء القديمة الأسماء اللي عندها خبرات تخيلوا حضراتكم هي هي حتى الآن اللي عندها بصمة وعندها دور وعندها إيجابية مش بس في لقاء المقولون وأسوان ولكن لو تتبعنا 18 فريق في بطولة الدوري الممتاز هنلاقي ان اللعيبة الخبرة ان الكل كان بيقول خلاص نجمهم أفل والمفروض يبقى فيه إحلال وتبديل ولكن من خلال النتائج ومن خلال التشكيلات ومن خلال المشاركات وإحنا في الجولة 32 أثبتوا انهم لازالوا لازالوا موجودين ولازالوا قادرين على إحداث الفارق مع فرقهم لكن أيضا عندنا شباب زي الفل محمد سمير بيطلع الكوري إلى خارج الملعب أسامة واقع سلامات يا أسامة هنشوف الله تمره تانية لكن مفهاش حاجة أبداً أبداً يا أسامة هل علشان وصلنا ليه إدية 39 بيريح شوية الله أعلم آدي عماد النحاس 31 لقاء مع أسوان في سنة أولى دوري ممتاز سبع انتصارات 11 تعادل وتلقوا 13 هزيمة منهم آخر تسع لقاءات خمس هزيم زي ما بقول لحضراتكم وأربعة عادلات وغيب الانتصارات من مدة طويلة جداً جداً عن أسوان منذ الجولة 22 لكن النهاردة الجو حرارة شديدة شوية في إقاهرة وفي معظم أنحاء جمهورية مصر العربية بالإضافة طبعاً للصيام كل سنة حضراتكم طيبين وخلاص زي ما بقول لحضراتكم النهاردة واللقاء اللي بنقدمه لحضراتكم عبر الشاشة وتلفزيون الحياة هو لقاء الناجين من دوامة الهبوط علشان كده الأمور مستريحة جداً جداً صحيح؟ بنتمنى أن اللعيبة تقدم لنا المتعة وتقدم لنا الإصارة وتلعب الكرة للكرة لكن بيني وبينكم أنا معتقد ومؤمن أن الكرة لا تلعب إلا في وجود دوافع وحوافز محمد صبحي مرة تانية بترجع الكرة دي دي كوري رامي كرة للأمان توزيع المرة دي في الجبهة اليوم عند كريم الديب النهاردة ما بيلعبش كزهير أيسر النهاردة بيلعب في وسط الملعب كريم الديب عمر جمال محمد شاوي الكرة العرضية واحد وسط ثلاثة تملي إسلام علشان كده مش قادر مرة تانية البادري عبدالله فاروق تمريرات ولكن قصيارة مش قادرين يستحوزوا لعبي أسوان أبي ياسر زيزو يرجع للخلب باسم عيد رز على طول بيوجه اللعب ناحية الجبهة اليومنا عند مومن مرة تانية تمريرها للأمان أسامة مؤمن هيعمل إيه مومن؟ بيرجع مرة تانية في وسط الملعب عند رز والبدري كلها تمريرات ولكن بدون إيجابية بدون خطورة حقيقية والتمرير الأمامية بتبقى من نصيب لعبي المقولون سفرة وخطة ضربة حرة بشرة على طول سمير كنترول من كريم رامي على طول فنت حل من عمر جمال لكن حمادة الغنام سرحام في الكرة اللي فاتت دي لمسة حلوة ولكن الكرة في الخلف مش لحد هذي شد وجد ولكن إشارة باستمرار الله رز على طول بيعمل تمريرها للأمام التحام وسفرة وخطة ضربة حرة بشرة وهذي الصباحي بيحذر محمد شاوي غريب لاعب نادي المينيا السابق محمد شاوي غريب مرة تانية محاولات من جانب أسوان للتواجد في التلت الأخير مومن بيرجع حمادة السيد تغيير اتجاه لللاعب زيزو عبدالله فاروق مرة تانية باسم كلها كلها طبعا تمريرات لكن التمريرات دي ما تتحسبش في نسبة الاستحواز اللي بيتحسب بالتمريرات الأمامية هو بالتواجد في نص ملعب المنافس بنلعب في الدي أربعة واربعين وتشعر إن أسوان مش عايز حاجة من اللقاء ولكن مش عايز أيضا أنه هو يستقبل أهداف جامل أسوان جامل أسوان رمي التماس لمصلحة أسوان وغزل المحل لو أمبي تعادل السلبي موجود والإنتاج الحربي متقدم على حرس الحدود بهدفين ولقاء المقولون العرب وأسوان أيضا التعادل السلبي لازال موجود وحاضر كان عندنا 279 لقاء فيهم 617 هدف الانتاج جاب هدفين يبقى 619 ودي تزديدة هدي تزديدة من عبدالله فاروق كنا هنقول 620 ولكن في المكان والزمان اللي واعف فيه شهيد هدي أول محاولة أو تاني محاولة للتزديد والإيجابية من جانب أسوان شفنا تزديدة من البدري ودي تزديدة من عبدالله فاروق ولكن لازالت التزديدات في المكان والزمان لحسن شهيد دي دي كوري ودقيقة وحيدة وقت محتسب بدل ضائع ودي تورة فيها لمسك يد ولكن ما فيهاش تعمد علشان كده إدى أفضلية لاستمرار اللعب محمد الصباحي أسامة بيرجع بتمريرها حلوة لعبدالله أول مرة نشوف نساحات ونشوف زيادة عددية من أسوان ودي تزديدة حلوة يا ولد تزديدة حلوة يا ولد يا ولد من اللاعب صاحب القبيص رقم 12 الشامي أول ظهور لمحمد الشامي لكن كان فيه نساحات وكان فيه زيادة عددية ودي كورة بليسنج حلوة حلوة الفكرة ولكن التزديدة أعلى أعلى من المقص اليمين لحسن شهيد وفي هذه الأسناء مشاهدينا الكرام بتنطلق صافرة انتهاء الشوت الأول بالتعادل السلبي إلى الملتقى مع بداية أحداث الشوت الثاني تقبلوا تحياتي أيمن الكاشف إلى اللقاء عماد النحاس وعودة هتكون إيه وتنفيذ اللاعبين داخل البصات هيكون إيه على بركة الله هنزبط الساعات ونبدأ نتابع مع حضراتكم أحداث الشوت الثاني بدون أي تبديل أو تعديل في الأسماء في تشكيلة الفريقين نزل لعبي الفريقين إلى ملعب عثمان أحمد عثمان مسرح الأحداث لهذا اللقاء كرة والتحام واشتراك ولكن سلامات وآدي لعطة كده الاتنين من أبناء مؤسسة المقاولون العرب عودة واحد من اللعيبة القدامى للمقاولون العرب اللحاء إنجازات وانتصارات أخرهم طبعاً حضراتكم تتذكروا بطولة الكاس مرور حلوة من صبحي والكورة العرضية إسلام يا ولد بيطلع حمادة الغنام ولكن اتقفلت اتقفلت عليه في دويته حل ما بين إسلام وحمادة الغنام ولكن حتى الآن دفاع ظهرة الجنوب أسوان دفاع ياقز لكل المحاولات اللي بيحاولها الزئاب حتى الآن حيال الزئاب لا تنطلي على لاعبي أسوان تتنفذ على طول الركنية دراسية أي حاجة بتغبط المرادي في لاعب المقاولون إسلام مرة تانية صبحي بيلعب كرة مقوسة داخل المنطقة ولكن على طول باسم لازال موجود وحاضر في كل الكرات العرضية أدي مرة تانية صبحي كرعة قايم الأول ولكن بيضغط إسلام عمر بيسدد ولكن بلوك قوي بلوك قوي بيعمله الشيخ حمادة طبعا كل الجماهير بتتابع بطولة اليورو وكوبا أمريكا اليورو رقم 15 اللي مقام بفرنسا بطولة حلوة مستويات أداء أهداف نجوم صحيح شغب وأحداث مؤسفة خصوصا ما بين الجماهير الروسية والإنجليزية والنهاردة شفنا العقوبات اللي تم توقحها على روسيا وعلى الجماهير الروسية والإنجليزية وتهددهم بحرمان الجماهير لحضور لقاءاتهم المتبقية طبعا في اليورو لكن لسه كوبا أمريكا في النسخة الاستثنائية بمناسبة مرور مئة عام وعلى فكرة كوبا أمريكا هي أقدم البطولات كرة القدم كرة تأخذ وتزديدة حلوة من ديديا ولكن شلها شلها من تحت الفوق اللاعب الإفواري ديديا كوري لكن محاولات المقاولون العرب مستمرة وصمود أسوال لازال مستمر مشاهدينا وإن كان المحاولات حتى الآن مفيش كرة مؤثرة في مرمى رضا السيد كلها تزديدات ومحاولات يا إما في المتناول يا إما خارج البرواز لكن واضح أن عودة عينه على تحقيق الانتصار التاسع لي والتامن منذ أن تولى المهمة على فكرة عودة تولى المهمة بعد هزيمة المقاولون العرب في لقاء الزهاب من أسوال حمد السيد بيسلم على طول في وسط الملعب للشامي زيزو تغيير اتجاه للعب مؤمن كنترول حلم والتمليل الأمامية مرة تانية بترتد عند حمد السيد باسم عيد بيمرر في قلب الملعب على طول رز عبدالله فاروق بيغير اتجاه اللعب عبدالله مؤمن عاطب على بدري كورة على حدود المنطقة ولكن إبعاد على طول من دفاع المقاولون العرب محمد شاوي غريب بيعمل ارتقاء وإبعاد مرة تانية محاولة من الجانب الأيسر لفريق أسوان على بدري عبدالله لبدري هيعمل ايه بيفكر في التزديد وشوفنا ثلاث تزديدات من لعبي أسوان في أحداث الشوت الأول وهو الملمح الهجومي حتى الآن لزارة الجنوب خلال أحداث اللقاء حسن شاين بيلعب راكلة المرمة حوارات فضائية على طول بيردها الشامي ديديا كوري تمريرة أمامية على طول لمسة من عمر جمال عايز يطلع محمد شاوي غريب ولكن معاه ارتداد ولكن بيرجع ويرتد عمر محمد سمير ديديا كوري رامي إبراهيم عادل عايز اللعيبة تنزل علشان تستلم هدي ضغط على كريم اديب ولكن بتطول منه الشامي بيعمل تمرير الرز على بدري عبدالله فاروق بياخد الكورة ويرجع لحمادة وضغط من لعبي المقولون العرب أدي التمرير الأمامية قطح حلو المراد أحمد زيزو وعمل مشوار وعد يا ولد ولكن على طول على طول اللمسة الأخيرة مستني ياسر مستني ياسر رضا ولكن انطلاق عن ترية من أحمد زيزو عمل مشوار حل ولكن بالمهارة الفردية عمر جمال ديديا كوري مرة تانية تقدم من جانب المقولون العرب محمد شاوئي هل يلعب على طول كورة عرضية لعبها عرضية وحشة المرة دي توصل للبادري عبدالله فاروق تغيير اتجاه للعب حل من أقصى اليسار لأقصى اليمين عند مو من عاطب مو من عاطب عايز يعمل مشوار زي زيزو ولكن المرة دي تقفلت عليه السكة والتماس لمصلحة المقولون ياسر رضا هيعمل ايه ياسر بيلف ويدور منتظر المسندة الشامي يرجع مرة تانية الرز محاولات للتقدم بشكل فيه تكامل وتلاحم للخطوط حلو الاختراق ودي رزق عايز يسدد في الزاوية الديقة ولكن في المتناول وقفلها حسن شهيد لكن وصول بشكل جيد للعبي أسوان حضروها حل وينهوها فيه التلت الأخير دي دي كوري التمرير العمامية على طول زيزو يقطع عبدالله فاروق للبدري مرة تانية زيزو يرجع للخل تشعر ان العيبي أسوان بعد ما الدقايق مرت وبعد ما الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ابتدوا يكتسبوا الثقة ودي مرة تانية انطلاقة حلوة وكورة عرضية ولكن تخطية دفاعية من محمد شوق غريب وإبعاد ما كناش بنشوف الكلام دوت من أسوان التكامل والتلاحم والتكملة التكملة والتقدم من مؤمن عاطف الزهير الأيمن اللي وصل لآخر عشرة متر من الملعب كورة للأمام عمر جمال يقف على كورة عمر هيقدم لنا ايه؟ عايز يعمل تمريرة ولكن بترتد له مرة تانية رامي عادل عايز زاوية للتزديد ولكن السكة ما فوله يرجع لعمر جمال يرفع وشه والعرضية ولكن بيطير ويطلع لعبي أسوان محمد سمير ضغط عليه ياسر كان هيغلطه ولكن صحح وضعيته من جديد رامي بيوزع كورة ولكن أقوى من اللازم بالكاد يحطها محمد شوئي غريب علاء بدري حمادة السيد كورة كانت هتعمل خطورة ولكن لازال مسيطر مستحوذ فريق أسوان هذه الزملاء في الجرافيكس وفي الإعداد زملاءنا في قناة الحياة النتائج لازال غزل المحلة متعادل مع إنبي والإنتاج لازال محافظ على تقدمه اتنلا شيء على حرس الحدود مرة تانية على بدري عبدالله فاروق كورة متوزعة عمر جمال رجع على طول زيزو عايزي سيطر ولكن التزم وعمل تنظيم دفاع لعيب المقولون ولكن ضغط من جديد من عبدالله يدي الاستحواذ لفريق أسوان اللي بادي منتشي وسريع ومتواجد في نص ملعب المقولون العرب لكن لسه الحلول 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 في آخر 30 متر اسلام فؤاد تديد لسه الحلول ايوا ايوا واحد 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 ديديا كورة رامي عادل أنا حطول أنا حطول أنا حطول مكانه أسامر تمريرات ومحاولات من جانب المقولون العرب دي دي رامي عايز يعمل الاختراك عمل الهات وخد حلو الفنت من دي دي هنشوف العرضية هذه العرضية وهذه الراسية من اسلام ولكن لسه لسه اسلام ما زبطش ولكن حلوة الجملة وحلوة الفكر وحلوة الزيادة وحلوة الوصول والعرضية من الشنها عمر جمال صاحب اللمسات الدقيقة المؤسرة في التلت الاخير ولكن لسه لسه رغم تحركات اسلام وأطعته على القائم الاول بشكل جيد ولكن لسه التوجيه بعيد عن البرواد مرة تانية باسم كورة فيها خطورة ولكن حافظ عليها بشكل جيد مو من عاطب الشامي بيغير اتجاه اللعب في ظهر محمد شوقي ومتقدم عبدالله فاروق عمل سبرينت كبير وعايز يعدي ولكن الكورة بتجلي على بدري والله مقدم مباراة مميزة على متواجد تمركز جيد بيسلم بشكل ضقيق حتى الان وبيعمل التغطية على الاطراف كورة للامام ولكن اطول من اللازم والكورة تملي اسرع وشايف لاعب من المقولون العرب ويقع على الارض السلامات ضرامي رامي عادل سلامات يا رامي جهد كبير زي ما بقوله حضراتكم والنهاردة درجة الحرارة في القاهرة مرتفعة وشايف عماد النحاس هيدفع بورقة جديدة من الاوراق الموجودة على دكة البودلاء هل هيدفع بمحمد البغدادي هنشوف ولكن عنده على دكة البودلاء فوزي محمد فوزي ومحمد البغدادي ومحمود شعبان وخالد صبحي وبيتر ادور واحمد محمد سيد هنشوف افكار عماد النحاس ازاي عنده افكار هيطور الاداء ازاي هدفه من المباراة عالجانب الاخر عودة عنده محمود شديد على دكة البودلاء وعبد الرحمن خالد ومعتز نجيب وباقي اللاعب الافريقي وقنش وعبد العزيز الشاعر والحارس احمد عربي هدي ابرز لاطة في الشوت التاني راسية اسلام لكن لسه النهاية السعيدة لازالت غيبة عن اسلام بنستانف اللقاء وساعة كاملة في حوار الزعاب وظهرة الجنوب المقولون واسوان والتعادل السلبي لازال موجود وحاضر ديديا كوري ابراهيم عادل لمحمد سمير نزل رامي عادل مرة تانية عمر جمال كريم الديب بيعمل تمريرة حلوة لمحمد دي الربط الحلوة دي التجلية اللي مش حلوة بيحاول كتير اسلام لكن لسه لسه الكورة والكورة كده احيانا تبقى طوع تقدم لك اتسامة عريضة واحيانا اخرى تدير لك زهرها محاولات على حدود المنطقة تنتهي عند حمادة السيد عمل انطلاق فردية حمادة كلها كلها محاولات فردية اديتورة الامامية عند ياسر ومكمل معا حمادة دخل على قلب الملعب وبيعمل تمريرة ولكن اعتقد في راية كان في راية وسفارة تسلل على حمادة اللي كمل ونقل نفسه وحط نفسه في موقف المهاجم لكن راية سليمة جدا جدا وراية موفقة من هيسم رمضان المساعد الاول ابتدى لعبي الفريقين يتسقطوا داخل البوساط موسم طويل زي ما بقول لحضراتكم والجهد كبير لكن بنتابع الدوريات وبنتابع البطولات العالمية صحيح التحضير البدني غير والاهتمام غير لكن بنشوف اداء على اعلى مستوى والياقة بدنية مستمرة وتبديل اول هيخرج حمادة الغنام وينزل محمد ماجد انس لاعب لاعب اللي بدأ الموسم مع الداخلية ثم انتقل للمقاولون العرب وعنده خمس اهداف في بطولة الدوري الممتد تقدم من جانب المقاولون وارتداد معتاد من لعبي اسوان رامي عادل محمد سمير ديديا كوري التمريرة وحشة ولكن مرة تانية بيلعب كورة للامام واول لمسة لمحمد ماجد قنش عايز يسيطر ولكن بتهرب منه كورة ديديا كوري تمريرة لمحمد ماجد شايفه في قلب الملعب رغم ان احنا معتدينه تملي على الاطراب بيبقى مؤسر لانه عنده سرعات وعنده قدرات ودي ريز بيطلب النزول بعد ما كان خارج الملعب ودي تمريرة حلوة جدا جدا ودي العرضية ودي التزديدة يا ولد هذه التزديدة يا ولد من محمد ماجد قنش تحرك حلو خدق عرضية النموذج فيه اللاطة اللي فاتت ديت من صبحي وحطاها ولكن بيتقلق بيتقلق رضا السيد ويمنع اجمل جملة واول لاطة فيها اداء جماعي وفيها نهاية قوية من لعبي المقولون العرب لكن فيه تركيز من المقاولين لاستتاح اللقاء واحراز هدف المبادرة لكن اتعملت الجملة حلوة وشايف بص شوف بص شوف التمريرة من رامي وبص صبحي حاطتها على طبع طبع من الماز شايف وحاطتها بضقة وحاطتها على الارض علشان تسهل مهمة محمد ماجد قنش اللي ببطن القدم على طول بيركنها ولكن تقلق تقلق من رضا السيد حارس مارما فريق اسوان هيخرج رز وينزل محمد فوزي اول التبديلات والتعديلات من جانب عماد النحاس لعيب عنده قدرات محمد فوزي للاعيبة اللي عندها كرة حلوة ويقدر يعمل تنسيق ويعمل اضافة ويعمل تنشيط مع ياسر رضا في الشقق الامامي هو وسامة لكن واضح ان رزق بيعاني من شد بقول له حضراتكم كان واحد من العناصر الاساسية عنده هدفين لازال واعع رضا السيد بعد ما انقذ مرمى من اخطر فرصة واجمل جملة عملها المقولون العرب في ديئة 65 ادي محمد ماجد قنش وادي عودة بيطالب لعبته بالتمرير وبالتحرك ما يزهقوش من التمرير وما يزهقوش من التحركات لغاية لما يجدوا الصغرة والتايمينج التوقيت المناسب لانهاء الهجمة الكلام سهل لكن جوه الملعب صعب جدا جدا في الظل وجود منافس والقعدة في كرة القدم بتقول ان في كرة القدم كل شيء معقد وصعب طالما هناك منافس رمي التماس لمصلحة اسوان اللي اعتقد ان لو فيه هدف هيحل اللقاء بعض الشيء ربما يدي دوافع هنا او هناك هذه محمد فوزي اللاعب البديل عنده مهارات بقول لحضراتكم لعيب من اللاعبة الزكية لعب اتحاد الشرطة السابق فوزي رضا السيد هيتقدم واعماد انه حاسب يطالب بكرة الامامية لكن ابراهيم من اعلى نوطة وديديديا كوريه استلام اطول من اللازم المرة دي من علاء اسلام فؤاد ابتدى يسقط ويسيب محمد ماجد قنش بيضغط قنش ولكن رضا على طول بيرد الكورة الى نص ملعب المقولون مهم جدا على فكرة متابعة البطولات الكبرى لانها بتدي مفاهيم جديدة وبنشوف اساليب لعب جديدة مبارح استمتعنا بايطاليا قمة التاكتك وقمة التحرك في اللقاء الافتتاحي ليهم امام بلجيكا المدججة بالنجوم لكن ايطاليا هي ايطاليا جنت كرة القدم ودي فرصة لصلاح كان ممكن يعمل الهدف التالث للانتاج محمد شاو ايه بيلعب كرة عمر جمال هتوخد هيعمل ايه يا ولد يا ولد يا ولد ولكن راية وصفار والله لعيب والله لعيب والجواب بيبمن عنوانه الموضوع مش كيميا الموضوع مش كيميا ادي كرة فيها تسلل فيها تسلل ولكن بص شوف بص شوف المهارة بص شوف الحكاية والرواية والتصرف والقرار التصرف والقرار والموهبة الموهبة اللي ربنا بيديها للعابين ولكن ولكن محتاجة محتاجة ان اللاعب يراعي نفسه ويراعي الموهبة اللي ربنا ادهاله ولكن اللاعب لعيب والنجم نجم والكبير كبير مفيش كلام استلام من صبحي عمر جمال شكرا لعمر جمال مصدر السعادة حتى الآن وإحنا بنلعب في دقيقة سبعين وهدي محمد ماجد قلنش بيسدد ولكن بترتدم بترتدم الكورة في دي دي كوري نشوف ياسر رضا أعتقد أنه هيبقى التبديل الثاني هيخرج ياسر رضا حاول وبازل جهد كبير وهينزل محمد البغدادي واحد من اللعبة الشباب اللي ظهرت في تشكيلة عماد النحاس أعتقد أن البغدادي من نشيء النادي الآلي محمد شاوي غريب دخل القلب الملعب دي دي كوري على طول بيسلم لعمر هيقدم لنا إيه عدة من الأول بشكل جيد ودي دي دي اتقفلت عليه ومقفول ومعمول عليه بلوكه ودي رامي دي رامي بيطلق قزايف وتزددات سروخية رامي عادل ولكن عنده شد عنده شد وكل ما بيحط رجله أو بيبزي المجهود وحضراتكم عارفين التزددات بتحتاج تركيز وبتحتاج جهد علشان كده بيبقى عنده شد وتقلصات مع كل تحرك ومع كل تزديدة لكن مميز رامي قلت لحضراتكم عنده خمس أهداف ودي عمر جمال صاحب اللمسات والتحركات الجميلة والزكية ودي التزديدة قوية جدا جدا دانا دانا طلع من رجل رامي لو طبعا في البرواز هتبقى صعبة جدا جدا على رضا السيد بل مستحيلة ودي غزل المحلة وإمبي ولزالت الانتصارات عنيدة على زعيم الفلاحين في موسم للنسيان لغزل المحلة بجماهيره وتاريخه العظيم هيا أخرج رامي يستكمل علاجه خارج الملعب وأعتقد أن عودة ممكن يفكر في بديل علشان لو عنده بعض التقلصات وبعد الشد ما يتحولش إلى إصابة ومز عمر جمال هيلعب الروفنية اتلعبت المراديو السيارة في جملة متفق عليها ولكن ما كملت صبحي لكريم الديب ديديا كوري على طول كرة أمامية المرادي من محمد شوقي حلوة عنده عمر هيعمل إيه؟ عمل العرضية ولكن ما فيش حده بياخدها على مرتين رضا السيد والتحم مع اللعب الزميل في الكرة اللي فاتت ديت ولكن قادي الحلول قادي الحلول وقادي اللعيب اللي ليه بصمة اللي ليه بصمة ممكن ما يبقاش جهده كبير ولكن ليه لمسات وليه قدرات ويقدر يترجم لك ويقدر يحللك الألغاز والتكتلات اللي موجودة في آخر 15 مت في كاس العالم 2002 كوريا الجنوبية واليابان اتعلمنا واستفدنا أهمية الضغط الجماعي والكسافة العددية في كل أرجاء الملعب وده اللي كان واضح حضراتكم تتذكروا في أداء كوريا الجنوبية وتركيا اللي وصلوا للدور نصف نهائي لأول مرة في تاريخهم في كاس العالم وتركيا فازت بيء المركز الثالث ولم يخرجوا من البطولة إلا أمام ألمانيا والبرازيل بهدف وحيد في السيمي فاينال لكن قدموا مفهوم جديد وأهمية جديدة في كرة القدم عام 2002 بينما في 2006 اتعلمنا وظهر أهمية الدفاع القوي وكانت الجملة المشهورة قبل البطولة إن الهجوم خير وسيلة للدفاع ولكن بعد 2006 عرفنا وأضيفت جملة جديدة وهي الدفاع القوي يمكنك من هجوم قوي وفعال وطبعا إيطاليا كانت هي هي البرواز وهي النموذج اللي يقدم للعالم المفهوم الجديد وأكد عليه بينما في كاس العالم 2010 استفدنا وعرفنا واستمتعنا بالتيكي تاكا وجمعة التمرير والكورة الأسبانية اللي لم يستطع أحد التصدي إليها سواء في كاس العالم 2010 أو في اليورو الأوروبي وسيطرت أسبانيا على كل كل الكورة العالمية بالتيكي تاكا لكن في 2014 ظهرت الشجاعة الإيجابية والمبادرة الهجومية والأداء الجماعي والشخصية والاستراتيجية في الأداء مع الماكينات الألمانية اليونت الواحد الوحدة الوحدة علشان كده بنقول لحضراتكم إن البطولات الأوروبية مهمة جدا جدا لأنها درس كبير جدا جدا ومنهج جديد بتقدموا القوى العالمية في عالم كرة القدم ودي تزديده ولكن لذلك لزالة التزديدات وكل المحاولات من زارة الجنوب في المتناول عند الحارس حسن شهين وأكبر معلم في كرة القدم هي التسعين ديئة هي المباراة هي البطولة وصلنا لديئة 78 وحتى الآن التعادل السلبي لزال موجود المقولون العرب وأسوان في لقاء البحث عن الأفضل بعد أن ضمن كل فريق التواجد لكن عايزين نشكر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فك الشفرات وحاول أنه هو يتواكب مع كل كل الظروف اللي بنمر بيها والموافقات الأمنية ونقل الملاعب ومر ببطولة الدوري الممتاز اللي بقول له حضراتكم قوامها هذا الموسم 306 لقاء والنهاردة بنصل اللقاء رقم 282 ويطرى رضا السيد بيعمل ايه وحاولات زي ما حضراتنا وحاولاتكم شايفين لعب تعاوني واللقاء بيني وبينكم أشبه بالتأسيمة والتمرينة ما بين لعبي الفريقين وإن كان المقولون العرب عنده عنده نزعة هجومية وعنده محاولات وعنده تواجد لكن مش قادر يترجم كل هذه المفردات إلى هدف أيضاً عايزين نشكر الحكام والصراحة بنيجي عليهم كتير واللي تابع كوبا أمريكا وشفنا الهدف اللي أحرزته بيرو أمام البرازيل بالإيد وبعد ما الحكم أوقف اللقاء أربع دقائق وفضل يسمع هنا وهنا وهنا في الأخير حسب الهدف وأخرج البرازيل من الدور الأول صحيح البرازيل مش هي البرازيل ولكن خطأ قاتل تسبب في خروج البرازيل من كوبا أمريكا والإنتاج الحربي أضاف الهدف الثالث محمود فتح الله أكتر لاعب في الدوري الممتاز باستثناء محمد الشناوي طبعاً ده حارس بتروجيت هو أكتر لاعب شارك في بطولة الدوري الممتاز في عدد الدقائق محمود فتح الله محمود فتح الله هو أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعدد الدقائق مع الإنتاج الحربي ويضيف الهدف الثالث علشان تصبح النتيجة ثلاثة لشيء الانتاج الحربي على حرس الحدود مرة تانية تمرير وكرة عرضية هل تجد المتابعة الايجابية ما بتلاقيش الا رضا السيد عام المباراة جيدة رضا نجح في كل المحاولات اللي ظهرت لديه هيفضل طول عمره التحكيم في اخطاء ودايما مصار للجدل وده من جمال كرة القدم ومن الغزها ومن اصارتها ان شاء الله بنتمنى طبعا عودة الجمهور مع الموسم القادم وانتظام المسابقة صحيح هيبقى عندنا جدوى المضغوط ان شاء الله عندنا بطولة امم افريقيا وعندنا منتخبات الشباب والناشئين ان شاء الله يكملوا المشوار وعندنا تصفيات كاس العالم الحلم الكبير روسيا عشرين تمنتاشر حلم كل مصري بيحلم بكاس العالم هيخرج كريم الديب وهينزل عبد الرحمن خالد في تبديل جديد من محمد عودة بعد موصلنا لديئة 83 والتعادل السلبي لازال موجود مشاهدينا والجولة 32 فيها 3 اهداف كلهم كلهم من نصيب الانتاج غزل المحلة وانبي تعادل سلبي والمقولون واسوان تعادل سلبي برضو امبي ما عندوش تموح في شيء وغزل المحلة خلاص ودي كورة حلوة هل نشوف حاجة حلوة بالفعل الحاجة الحلوة اخيرا اخيرا اسلام اخيرا اسلام في الديئة 83 بيضع الفرحة والسعادة ويدينا اللقطة المضيئة اللي انتظرناها 82 ديئة في احداث هذا اللقاء وعلى سيرة الاهداف اسلام اللي حاول مرارا وتكرارا اخيرا بيأتي ويجني سمار محاولاته ولكن بص شوف الحكاية وبص شوف الولد البديل عبد الرحمن خالد يا ولد يا ولد حلله المشكلة بلمسة وهو ده الفكر وهو ده الاسست وادي اللمسة ما بين الاقدام على طول اسلام فؤاد يحرر اللقاء مشاهدينا ويضع هدف اول افتتاحي في احداث اللقاء وهدف التقدم للزئاب على اسوان علشان تصبح النتيجة واحد المقولون العرب لشيء اسوان بص عبد الرحمن عمل ايه عمل 80% من الهدف اللي كان بيسعى اليه عودة وكان بيحاول عليه المقولون العرب وقلت لحضراتكم انهم اكتر ايجابية من اسوان وبالفعل وصل وصل الزئاب ووصل المقولون العرب الى مبتغاه في ديئة 83 واحد لشيء لمصلحة المقولون العرب هدف اسلام بيوصلنا ليه الهدف رقم 621 في بطولة الدوري الممتاز لكن طبعا الرقم القياسي اعلى نسبة تهديف كان الموسم الماضي الموسم الماضي كان 907 هدف لان طبعا كان فيه عدد جولات ودي التبديل اللاعب محمود شعبان اخر التبديلات وعلى الارض لاعب المقولون العرب وقادي اللاطة الاجمل اللاطة الابرز لاطة احداث الفارق عشرة على عشرة ولكن عبد الرحمن خالد كافئ كافئ عودة بعد نزوله بتمرير اسست ولا في الاحلام فك الشفرة الدفاعية لا اسوان دايما المقولون العرب عنده اسماء وعنده قطاع ناشئين مميز وطبعا قدم لنا فخر العرب وفخر مصر ساروخ الشرق طبعا محمد صلاح نجمنا الكبير الحيلة زي ما بنقول عليه وايضا نجم الارسنال محمد انني اللي فعلا بدأوا يرفعوا سقف الطموح عندنا وعند اللعيبة الشباب الصغيرة اللي لازم تشتغل اكتر من كده ولازم تعلن عن نفسها اكتر من كده لان الارقام والايجابية اثبتت ان اللعيبة الخبرة لها دور مهم ودور مؤثر وصحيح اللعيبة الشباب ليها ادوار لكن لازم يثبتوا انهم اكفاء وانهم يستحقوا الفرصة على بدري بيعمل تمرير امامية بتعدي من اللاعب البديل شعبان رضا السيد خرج الشامي ونزل شعبان ده اخر التبديلات احمد زيزو بيرجع للخل ولزالت اللقاءات والنتايج السلبية بتتوالى على اسوان ايه اللي حصل الله اعلم ولكن خلاص قلت لحضراتكم ضمن البقاء واللعيبة تقريبا الاساسية كلها كلها راحت اندية او بتتفق مع اندية والكل ضمن الـ 25% النسبة بتاعة المشاركة وخلاص الحلم حلم البقاء في الدوري الممتاز تحقق ولكن النتايج السلبية متتالية بشكل كبير لاسوان 4-0 امام الاهلي 1-0 دجلة 1-0 حرس الحدود 2-0 امام الانتاج الحربي وقابليهم 0-0 امام سموحة يعني 2-4-5 لقاءات لم يحرز اي اهداف ودى اللقاء السادس فريق اسوان لم يحرز اي اهداف وقلت لحضراتكم اخر انتصار كان امام بتروشيت 2-1 هيخرج رامي سلامات يا رامي عمل جود كبير وتحامل على نفسه اكتر من اللازم لكن سلامة اللاعبين زي ما بقول لحضراتكم هي المهمة الاولى كل عام وحضراتكم بخير خلاص امتهى الموسم جولتين ولقائين متبقين للمقولون العرب هيلتقي مع الانتاج الحربي في الجولة 33 ويختتم منافسات الدوري الممتاز امام حرس الحدود على الجانب الاخر اسوان هيلتقي مع الدخلية في الجولة 33 ويختتم لقاءاته امام الدرويش النادي الاسماعيلي في الجولة 34 خرج رامي عادل ونزل معتز اخر التبديلات لعودة ودي تقدم ومرور حلو من عبد الرحمن اللي عمل تمرير ولا في الاحلام واربع دقائق وقت محتسب بدل ضايع في احداث هذا اللقاء لقاء لقاء اسوان والمقولون العرب مرة مرة تانية مرة تانية محمود شعبان المرة دي عدت المرة دي عدت من اسلام ولكن عنده محاولات زي ما بقول لحضراتكم وعنده تحركات داخل البوكس صحيح اهضر كتير ولكن احدث الفارق في الديئة 83 تحضير من فريق اسوان كرة عند شعبان لمؤمن هذه شعبان دخل للقلب ومنتظر التحركات لكن خلاص التحركات بقت غالية وعزيزة جدا جدا بنلعب في ديئة تانية من الوقت المحتسب بدل الضائع المقدر باربع دقاية على بدري بيسلم واللعيبة تشعر كده انهم بيسلموا الكرة من رجل للرجل وبيطمئنوا على بعد اسوان بيحاول ولكن قافل المقولون العرب اللي كان اكثر بحسا عن السلاس نقاط وقادي عودة اللي بيحقق الانتصار التام اللي الشخصي مع المقولون العرب والتاسع للمقولون في منافسات هذا الدوري شابو لمحمد عودة انطلاقة حلوة فتحت مساحة قادي عبد الرحمن هيعمل ايه؟ عمل تمريرة حلوة المرة دي الانش ولكن رضا رضا المرة دي قاري وعامل التخطية الدفاعية بشكل جيد دي دي كوري بيطلع محمد شوقي غريب دي 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 كوري لشوقي استهلاك شرعي للوقت بأكبر عدد ممكن من التمريرات هدي معتز دي 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 كوري مش عايزين يغمروا بالكورة ولكن عايزين يحتفظوا بيها ولكن قلنش مش عايز اللقاء ينتهي إلا ويبقى ليه بصمة تدوير للكورة واستهلاك زي ما بقول لحضراتكم شرعي للوقت برايم عادل بيعمل تمريرة لدي دي دي كوري والكل فيه انتظار صافرة النهاية من حكم اللقاء محمد السباحي مقولون العرب هيرفع رصيده للنوطة 38 وأسوان سيبقى عند النوطة 32 مرة تانية انطلاق اسلام واربعة ضد ثلاثة هل نشوف نهاية أدي عبد الرحمن فكر في الكدرات الفردية وفي مهارته الشخصية ولكن يمسكها رضا بنلعب بنلعب في دي الرابعة ومحاولات اسوان اللي غابت عنها الشراسة والإيجابية طوال أحداث اللقاء عبد الرحمن فاروق أحمد زيزو وأعتقد هنشوف المحاولة الأخيرة آدي عبد الله فاروق بيعمل تمريرة حلوة في الجانب الأيمن مؤمن بيثبت ودي العرضية ولكن في فين التزديد وفين الأداء وفين التزديدة في اللقطة اللي فاتت دي بيإليشها محمد ماجد قلنش بدأنا نلعب في ديئة الخمسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وأدي الكرة عرضية حلوة في مساحة خالية تماما ولكن البوزيشن ما كانش مزبوط والرؤية أيضا مش مزبوطة ودي الكرة مرة تانية ودي محمد ماجد بيلعب كرة والهدف التاني الهدف التاني إسلام إسلام النهاردة بياخد تمريرتين هدية الأولى من عبد الرحمن خالد والتانية متأشرة هدية من محمد ماجد قلت لحضراتكم عايز يبقى ليه بصمة ولكن عمل البصمة بالتمرير الأسست وواضح إن فيه مولود جديد ليه إسلام فؤاد بيحتفل به بعد الهدفين وبعد اللاطتين وبعد السجدتين لمحمد عودة مع هدفين المقولون العرب اللي بيؤكد تفوقه وبيقدم أداء متميز جدا جدا مع مديرهم الفني الشاب محمد عودة استحق السلاس نقاط واستحق الوصول مشاهدينا المقولون العرب إلى النقطة تمانية وتلاتين هذه الكرة تحرك حلو وفيها إصار وفيها جمال وفيها إبداع من محمد ماجد أونش وفيها سعادة وفرحة من دكة البودلاء والجهاز الفني والإداري والمقولون وفي هذه الأسناء مشاهدينا بتنطلق صافرة انتهاء أحداث هذا اللقاء بفوز المقولون العرب على أسوام بهدفين دون رد في النهاية لا يسعني إلا شكرا حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع تحياتي أيمن الكاشف فاصل قصير ثم عودة إلى استوديو الحياة والنجوم الكبار كابتن سيف زاهر ونجوم الكرة المصرية كابتن هشام حنفي كابتن متحة عبدالهادي كابتن أيمن عبدالعزيز فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر